السلام عليكم ازايكم وعملين ايه? يارب تكونوا بخير معكم سومة والنهاردة معينا فيديو جديد فيديو حلو قوي 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 ناس كتيرة جدا دايما بتبقى محتارة في غسيل الكرشة هنعمل ايه? هنسوي ايه? الكرشة صعبة? الكرشة ناس كتيرة قالوا اختراعات وحاجات طب هننفذ ايه? طب ايه اللي هينفع? و ايه اللي مش هينفع? بس فكوا بقى على كل الكلام ده وتعالوا كده برواءة كده ندخل في الموضوع بتاعنا النهاردة هننضف الكرشة بطريقة سهلة بدون افتكاسات وبدون اختراعات وبقى اسهل وابسط طريقة ممكن تعدي عليكم في الحياة اول حاجة هنعملها ايه? هننزل كده بالكرشة بتاعتنا تحت مية جارية هننضف الظهر بتاعها كويس قوي هننضف الوش بتاعها اللي بيبقى عامل زي الفوطة وهبتدي ان انا اغضوا فمين هبتدي ان انا امسكوا زي حتة الغسيل بالضبط اما تغديها كده تحت المية وتعودي تقرديها تقرديها بايديك كده وتغسلي فيها نضافي بقى على قد ما ربنا يديك الصحة وتقدري اه طبعا الفوطة دي بتبقى احيانا محملة حاجات حتى لو تغسلت كويس بتبقى برضو يعني برضو دايما بيبقى فيها برضو حاجات بوائي لازم لازم نتخلص منها عشان نتفادى اي ريحة ممكن تكون فيها طبعا بالذات بقى لو الكرش بتاعك صابح مش هيعذبك في التنظيف خالص فيه ناس بتحب ان هي تدخل الكرش الفريزر وتطلعوا وتنظفوا ما نصحش ابدا ابدا بالحركة دي بتزود الريحة الوحشة في الكرشة بتاعتك بطريقة صعبة قوي اه هتبقى سهلة في التنظيف لكن الريحة بتاعتها هتبقى صعبة ان انت تنظفيها او تطلعي الريحة منها طيب تعالوا نبدأ باسم الله معايا كده اول حاجة بدأت بيها من مشلاتيت عملت ايه مية سخنة مش بتغلي مية على النار سخنة بدون اي اضافات ولا اسبرين ولا اي حاجة جماعة مية سخنة مش بتغلي ما توصليش البتاع دي حتة الكرشة او ام الشلاتيت دي او اي قطع انت الفوطة اي قطع انت مسكاها ما توصليهاش للقاع بتاع الحلة اللي انت هتصمطيها فيها او هتحطيها كده فيها يعني بصوا مية سخنة مش مغلية لو المية غلية تنزلي عليها بكباية من المية البردة علشان خاطر تكون بس سخنة وفي ثواني تبتدي ان انت بايدك ولا سكينة ولا اي حاجة ام الشلاتيت دي بتبقى عبارة عن رقات كتيرة اوي اوي فوق بعضها الرقات دي بتبقى مستخبية فيها الطبق السودة ما بين كل رق ورق في طبقة فلازم ان انت تروحي تحطيها كده خمس ثواني بالضبط عدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتشيلي وتشيلي على طول القطع اللي في ايدك علشان خاطر لو سبتيها وقت اكتر هتلاقي الطبق السودة دي افشت بزيادة ومش تعرفي تطلعيها طيب معلومة كمان اخدت بالي منها ان انت بعد ما تطلعيها من المية السخنة تحاولي بقى على قد ما تقدر يتبردي ايدك وتشيلي بيها لكن ما تحطيهاش تحت الحنفية لان انا كل ما بقيت احطها تحت الحنفية الاقي الجلدة السودة دي افشت في القطعة تاني فالاسهل ان انت تحطيها في المية السخنة وتبردي ايدك تحت الحنفية وتشيلي الطبق السودة دي بيها لكن ما تحطيش القطعة نفسها تحت الحنفية علشان خاطر يكون موضوع معاك سهل شايفين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة شلت خلاص بتطلع بايدي شايفين السهولة دية القطعة اللي بتبقى شبه خلية النحل كده بصوا بقى بكل سهولة و بكل بساطة بتطلع اصلا بالايدي يا جماعة والله العظيم ولا سكينة ولا اي حاجة وطبعا زي ما قلتلكو زيها زي المشارتين كل ما بتتعرض للمية البردة كل ما بتلاقي القشرة دي مسكت فهتحتاج ان انت تروحي عند المية السخنة تاني اخر حتة هي لانها تعرضت للمية بصوا مسكت معايا شوية فهبتدي ان انا اروح احطها خمس ثواني تاني في المية السخنة وبعي تغلي المية المية ما تغليش المية لو غلية منك هتعزبك هتعزبك وانت بتنظفيها فعلى ايه خمس ثواني في مية سخنة مش مغلية ومية سخنة مش مغلية وربتدي ان انت رفعيها على طول حتى لو نزلتها مرة واثنين احسن من انت تنزليها في مية مغلية وتقفش وتعود تكحتي فيها وتنظفي فيها ساعة مثلا ولا حاجة بصوا هنا لان هي سخنة وانا خلاص بقى عرفت ان هي كل ما بتتعرض للمية البردة بتقفش بزيادة ابتدت غصبة عني امسكها بقى كده وهي سخنة وانا مش قادرة اصلا امسكها وكل دي الشوكة والمسك بتاع الفرن كل الحاجات دي ادوات كنت باستغلها ان انا امسك بها الكرشة كده وهي سخنة بس بقى شايفين السهولة خمس ثواني كده وجيت بصوا بقى هتعدوها ثواني يا جماعة علشان الحتة دي تنطف اللي هي بتبقى فوطة وبتبقى أصعب حتة الحتة دي هنبتدي ان احنا نتخلص منها كده قصاب المقصة على طول اهو مش عايزينها اصلا وتعالوا بقى في الحتة دي في ثواني بتتجرت كده بالسكينة مش محتاجة وقت خالص انا كل بس اللي كان معزبني ان هي يعني الحرارة بتاعتها بصوا شلفات ايدي ازاي ايدي حمرت وباقت حاجة فظيعة آآ نضفتها بسهولة جدا زي ما انتو شايفين آآ كل الحاجات اللي في أرضية الحط دي آآ اللي طالع منها اهو تعالوا بقى هنا كده وريكوا تاني بكل سهولة ازاي ببوز السكينة كده و هتعديها ثواني واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هتلاقي كل قطعة ايدك بتيجي عليها خمس ثواني بالضبط بتكون نضفت يعني ما فهيش اسهل من كده آآ وزي ما قلتلكم منصحش حد منكم ان هو يدخلها الفريزر وهي مش متنظفة وهي يبقى عليها الطبقة السودة دي ويقولها بقى نضفة بعدين عشان تبقى سهلة آآ هتبقى سهلة في التنظيف لكن هتبقى ريحتها غير مستحبة تماما ممكن كمان تخليكي ما تقدريش تكليها من الريحة اللي مش حلوة آآ فما بنصحش بصراحة حد ان هو يعمل الحركة دي كده اسهل والحاجة كده لست خرجة سخنة كده من الدبيحة بيبقى الموضوع سهل وما بتبقاش لقطة ريحة جندة زي ما هتحطيها في الفريزر وتخرزنيها في الفريزر مثلا كم يوم ولا اسبوع ولا اتنين لا الموضوع ده مش حلوة ابدا هنا كده خلصتها هو في ثواني هو الكرشة انا قطعته على تلات اجزاء جزء اللي هو مشلاتيت والجزء التاني اللي هو زي الفوطة والجزء التالت اللي هو عامل زي خليط النحل ده في ثواني كانت تلات اجزاء خلصوا معايا ونضفتوهم دلوقتي هبتدي بقى ان انا ألم الحوض واخسله كويس قوي بصوا بقى لو فيه اي حاجة زيادة طول ما هي تحت الحنفية زي ما انتم شايفين كده بتنضف بصعوبة جدا انا هعملها دلوقتي بضغفري عشان تنضف على طول لكن لو حطيتها خمس ثواني زي ما اتفقت معاكو في المية السخنة كانتها تطلع بسهولة بس انا هنا عانيت مع نفسي ونبقيتش راضي احطها في المية تاني عشان كده اخدت مني السيكة وقت بس هي المفروض كانت نزلت خمس ثواني في المية السخنة وببوز السكينة كانتها تطلع زيها زي اخوتها في ثواني ديت اللي هي البوائي مش الطبقة السودة البوائي اللي هي بتبقى بتتبقى في الاخر كده حتة كده خلصتها شايفين بقى بقت فلة زي الاشطة بيضة كده ونظيفة ما فيهاش ريحة ابدا من قبل لسه ما حطت لها اي حاجة تضيع منها اي ريحة باقية ولا لمون ولا خل ولا ملح ولا اي حاجة هي نظيفة اشطة اصلا من قبل ما جي امتها هنا كده بدأت ان انا اشطفة كويس اوي واعيد عليها عشان لو فيه اي حاجة فيها مش مستحبة او يعني غفلت عنها اعيد عليها مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر كل الناس تا كلها بقى ريحية كده وتبقى نظيفة قدامه مزايل فل هنا كده جبت بقى لمون وهجيب كمان ملح ويا بقى لو ملح خشن لو عندك ملح خشن بقى كده حلوة اوي انا عندي الملح الطعام العادي بتاع اللي بنستخدمه عادي في الاكل بس هستخدمه مع القشر بتاع اللمون واللمون اللي احنا عصرناه وهجيب بقى الكرشة بتاعتي وهبتدي ان انا ازودها كده شوية مية وهنقعهم بقى في الكلام ده كله يعني قولوا عشر دقايق ربع ساعة هي اصلا ما فيهاش حاجة يعني لو فيها حاجة تبقى حاجة بسيطة جدا الطبيعي الطبيعي بتاع الكاشر لكن بقى بعد ما حطناها كمان في الخلطة دي عايز اقول لكم خلاص رجعت زي الفل تتاكل نايا كده شايفين انا بعيد على مشلاتي ترق رق تاني اهو قدامكو علشان خاطر ابقى متأكدة من نظفتها وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى لو عجبتكو طريقتي السهلة البسيطة اللي بدون اي افتكاسات حاولوا تجربوها وتقول لي في التعليقات ان كانت نفعت معاكو كانت سهلة ولا لأ واخر حاجة اولهالكم لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكو الحلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته